يا ألف بهجيم ما مش نهاش طلاقع جيش أهلي زمالك تعالوا نقول لكم لما سألنا الأهلي قال لنا إيه ولما سألنا الزمالك قال لنا إيه في القصة دي يلا بينا الأهلي توجهنا إليهم بسؤال بنقول لهم إيه اللي بيحصل أعلنتم عن ضم اللاعب ودلوقتي اللاعب بيقول أنا مش معاكم قال المصدر إن الأهلي بدأ مفاوضاته من خلال الطرق الشرعية بالحديث مع نادي طلاقع الجيش الذي يملك عقد اللاعب تحدثنا مع والد محمد عدلان الذي أكد ترحيب نجله بانضمامه إلى صفوف النادي الأهلي بعد ترحيب والد اللاعب كسفنا مفاوضاتنا مع نادي طلاقع الجيش ووصلنا إلى المبلغ المالي المناسب للصفقة وتم دفعه مش أيل لنا المصدر كام بس أنا أقول لكم المصدر كام الرقم كام هقول لكم أنا بصولي كام ثانية الرقم اللي دفعوا الأهلي لطلاقع الجيش ستة مليون جنيه ليضم محمد عدلان ثم أعلن الأهلي بعدما حصل على الاستغناء لكنه لم يوقع مع اللاعب فماذا قال المصدر في باقي تصريحاته؟ يلا نشوف قال المصدر حصلنا على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي طلاقع الجيش بالتأكيد على هذه الخطوة أو بالتأكيد هذه الخطوة لا تتم إلا بعد تأكد نادي طلاقع الجيش أيضا من رغبة اللاعب بالانضمام إلى الأهلي حصلنا أيضا على خطاب من نادي طلاقع الجيش يفيد برفع اسم محمد عدلان من قائمة الفريق في الموسم الجديد بعد إنهاء كافة الأمور مع نادي طلاقع الجيش والإعلان عن الصفقة تحدثنا مع والد اللاعب الذي أكد بصوا بادي وجوده خارج القاهرة لظروف طارئة مطالبا بتأجيل توقيع العقود والتقاط الصور التذكرية حتى يوم الاثنين المقبل بعد بكرة أنا بس عندي ظروف طريقة في حد عين في البلد أنا لازم أمشي أقول لكم أنا والد عدلان ما زال في القاهرة فجئنا بالفيديو المنتشر لللاعب محمد عدلان والكلام على لسان مصدر بالأهلي أما هاتف والده فهو مغلق منذ الصباح ولا نستطيع الوصول إليه بص بقى اللي جيدة سألنا نادي الزماريك بيقول أنه أنا هاكل التفاصيل قبل أساسا ما الأهلي يتفاوض فكانت الإجابة إذن لماذا لم يحصل على خدمات اللاعب والاستغناء الخاص به في حال تمسك اللاعب بالانضمام للزماريك وهناك رغبة داخل الزماريك بالتوقيع مع اللاعب لا نمانع نهائيا من حل الأزمة إيه بقى الحل بالنسبة للأهلي الحل هو أن يتفاوض مسؤول نادي الزماريك مع النادي الأهلي من أجل الحصول على الاستغناء الخاص بمحمد عدلان بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وينتقل بعدها اللاعب إلى النادي الذي يريده بدون أي أزمة وساعتها نبقى شايفين لأول مرة منذ إيه؟ منذ ولدنا؟ منذ ولدت عشان أنا مش فاكد التاريخ قوي لعب ينتقل من الأهلي إلى الزماريك مباشرة بمساء الخير فاكس إحنا عايزين نشتري اللاعب ده مساء الخير إحنا عارضينه بكذا لأن لسه جايبينه بكذا مساء الخير موافقين قد اللاعب هو الاستغناء هو هل يحصل ده الأهلي بيقوله؟ طب رحنا للزماريك بنسأله إيه قصة محمد عدلان اللي النهاردة طلع وقال لنا ومش هو بس ده قال لنا في فيديو نشره قائد الزماريك في كرة اليد وأسطورته أحمد الأحمر قائد الزماريك في كرة القدم وأسطورته شيكابالة بل كل الفارس تيم في كرة اليد في الزماريك نشروا الفيديوهات بتاعت عدلان وبقيت دلوقتي كل ما هتسكرول في أي بلاتفورم على السوشيال ميديا هتلاقي عدلان قاعد قدام الحيطة بتاعت بيته بيقول فيها رغبات الأولى اللاعب في الزماريك طب ما تيجوا نشوف الزماريك